مرحبا أزائي طلابين و سهلا بكم بدرس جديد من دروس صف الثالث المتوسط اليوم عندنا نموذج لأسئلة صف الثالث المتوسط بالبداية عشد درجات رح تكون على القطعة الخارجية رح يجبلكم المدرس قطعة خارجية وعليها أسئلة حل القطعة الخارجية يعتمد بالدرجة الأولى على فهمكم للمعنى العام للقطعة حاولوا تكتبون معاني الكلمات اللي انتو تعرفوها اقروا الأسئلة مرة و ثنين و ثلاثة وبعدين رجعوا اقروا القطعة مرة ثانية حتى تكونون فكرة واضحة عن القطعة تعالوا خليني اقرأ القطعة بيتر وثمان سنوات عمرة ثمان سنوات و نص ذهب إلى مدرسة بالقرب من بيته نير يعني بالقرب هو دام يذهب هناك and came home on food came home بمعنى يأتي للبيت مشيا على الأقدام and he usually got back on time عادة ما يرجع بالوقت but on time يعني بالوقت المحدد but last friday لكن الجمعة الماضي he came home from school late رجع من المدرسة متأخرا وهنانا نشوف انه يوم الجمعة هو يداوم يروح للمدرسة his mother was in the kitchen أمه كانت بالمطبخ and she saw him and said to him she saw him بمعنى رأته and said to him قالت له why are you late today لماذا أنت اليوم متأخر Peter my teacher was angry and sent me to the headmaster المدرس كان angry يعني غاضب مني وأرسلني sent me بمعنى أرسلني to headmaster إلى المدير أو المديرة after our lessons بعده الدرس مالتني Peter answered أجابة Peter to the headmaster إلى المدير his mother said قالت أمه why did she send you to him لماذا لماذا أرسلتك له because she asked question in a class لأن هي سيلة سؤال بأصف Peter said قالت and none of the children gave her answer except me and none of the children يعني ولا واحد من الأطفال gave her answer يعني أعطاها إجابة عداية his mother was angry أمه كانت تشعر بالغضب but why did the teacher send you to the headmaster then لماذا المدرس أرسلك إلى المدير why didn't she send all other stupid children لماذا لم ترسل بقية الأطفال stupid الأغبية she asked Peter هي سئلة Peter because her question was لأن سؤالها كان who put glue to my chair من وضع glue بمعنى الصمغ على الكرسي Peter Peter said قال Peter إذن Peter هو اللي وضع الغلو على كرسي المدرسة زي now circle the answer الآن أجب عن الأسئلة now answer five of the following question أجب خمسة من الأسئلة 10 درجات where was Peter's school أين مدرسة Peter close to his house بالقرب من بيته far from the house بعيد عن البيت وبهاند his house وخلف منزله جواب close to his house بالقرب من بيته هنا بالقطعة قالكم near بالقرب close to near ثنات النفس المعنى how did he come home كيف رجع للبيت on foot على الأقدام أنتوا لازم تكملون الإجابة تكون كاملة he came home on foot هو رجع للبيت سيرا على الأقدام what did his mother say to him when he came last Friday ماذا قالت له أمه عندما جاء last Friday الجمعة الماضية قالت له why you are late today Peter لماذا أنت متأخر Peter هذا السؤال مالة الأم what was the question that Peter was sent to the headmaster because ما هو السؤال اللي أرسل Peter من أجله إلى المدير who put glue on my chair هو هذا السؤال من وضع الصمخ المادة اللاسقة على الكرسي 5 Peter was seven years old Peter كان عمره سبعة false خطأ إذا كاتب صحح الخطأ فهو عمره ثمانية ونص all the children put glue to the teacher's chair كل الأطفال وضعوا الصمخ على كرسي المدرسة false خطأ فقط Peter إذن هذا هو حل القطعة الخارجية تعالوا ننتقل إلى question 2 السؤال الثاني أيضا رح يكون عليه 10 درجات رح نبدي سؤال الثاني رح يكون عن text book passage القطع الموجودة أتكم بالكتاب بالبداية panther 3.0 D is actually quite cheap سيارة panther هي رخيصة نوعا ما true or false الجواب true نعم how fast can some valkons dive how fast يعني كم السرعة اللي يغوص بيها falcon يعني غوص في الهواء هو 240 240 kilómeters hour 240 kilómeters بالساعة loose brother is clumsy أخلوس أخلوسي هو أحمق false هو مو أخلوسي الأحمق هي شخصية سامارة أخو سامارة هو الأحمق زين do we need do we need a lot of patience in a blanket waving هابي هل نحتاج إلى الكثير من الصبر بهواية حياكة البطانيات yes we do نعم نحتاج لوسي's brother fell in the pool with his clothes on أخلوسي سقطه في البول الحوض جواب false خطأ زين كان sometimes a hobby turn into job هل ممكن إنه هواية تتحول إلى عمل الجواب yes it can نعم it can انتقلنا إلى ثري سؤال الثالث grammar and functions number one there is though there are a lot of plants اختار الجواب there are ليش اختاريني there are موضوع there is there are أنا شارحت على الصبورة بعد there are يأتي جمع فplant هنا أنا جمع فاختاري there are زين number two tell the time أخبر الوقت بالسبعة وخمس دقائق تصير seven five seven five the panther is really not quite fast راح نختار really حقا الpanther fast سريعة you have to be careful عليك أن تحذر انتبهوا لأني من المعنى عرفت أنه هو really لأنه هو حقا سريعة وأني شارحة هذا الموضوع أيضا موضوع القواعد really quite four Sarah is bad at English make the sentence more polite سارا سيئة باللغة الإنجليزية اجعل من هذه الجملة أكثر تأدبا تصير Sarah is not very good at English سارا ليست جيدة باللغة الإنجليزية استخدمنا قاعدة is زائدا not زائدا جبنا very عكستنا البعض صارت good وأكمل الجملة شوف Sarah is not وبعض very وبعض أقلب الصفة بهذا الشكل أو حتى أقول Sarah is a bit bad at English شوية هي سيئة باللغة الإنجليزية بس أضيف a bit قبل كلمة bad the dawn is more beautiful than the night the dawn بمعنى الفجر هو أجمل من الليل rewrite the sentence use as as يريد من عندي أعد كتابة الجملة باستخدام as و as أيضا as و as أنا شارحت لكم على الصبورة راح تلقون القاعدة مالتي موجودة بشروحات الصبورة زي هو مطيك ب the night is not وريد منعتكم تكملون the night is not as beautiful as the dawn عرفتوا شوني سويت as و as بناتهم الصفة beautiful as the dawn بها الشكل يصير الحل make a suggestion to your little brother about where to spend to spend the holiday how about يريد من عندي أعمل اقتراح إلى little brother إلى أخوك الصغير about where to spend the holiday أين علي أن أقضي العطلة باستخدام how about how about رح استخدم ها بالاقتراحات يجي وراها فعل bing وتكمل الجملة how about going to the cinema انتبهوا أنا كل الجملة رح تجي من جيبي موضوع الاقتراح أوكي لكن تكون متوافقة مثلا spend the holiday نحن رح نروح إلى cinema بال holiday عرفتوا لازم تكونوا مقارئين هذا الموضوع ما suggestion زي invite your friend to come to your birthday party ادعو صديق انه يأتي إلى عيد ميلادك باستخدام would you like رح اقول would you like to come to my birthday party هل ترغب ان تأتي إلى عيد ميلادي بهذا الشكل ايضا inviting شرح الموضوع موجود عدكم على الصبور اذا هذا هو القواعد تعالوا انتقل إلى b b choose the correct option اختار الجواب الصحيح cars have airbags so you السيارات بها الكيس الهوائي ذلك انت can انا شرح هذا الموضوع باستخدام so you هذا الموضوع قواعد ايضا شرحت الصبور اذا you can بامكانك انه تكون safe in crash تكون في امان في حالة الاستدام سلما has فراغ and brown eyes هنا انا وصف الاشخاص زين straight hair black straight black hair hair straight black هذا الموضوع هو ترتيب الصفات ترتيب الصفات رح نختار b هو الجواب الصحيح لانه هنا الصفة straight بعد black لون وبعدي اسم العنصر شعر اسود straight بمعنى شعر سرح where would you like فراغ afternoon بعد like يجي to go to زاد المصدر بعد كل like to زاد المصدر I hate افعال الحب والكراهية ما like و dislike يجي دائما ing وراها we love to come لو camping اختار لين ايضا love والهيت يجي وراها ing if i have i have spare time اذا عندي وقت فراغ هنا موضوع في الشرطية هنا مضارع وهنا سيصير مستقبل will help انتقلنا الى السؤال الرابع سؤال الرابع سيكون vocabulary بمعنى معاني زين عدنا معاني ورح نخليها بالفراغات هذا الموضوع يعتمد على فهمكم للمعاني زين a hobby بمعنى هواية author يعني الكاتب engine بمعنى المحرك وhelpful مساعد وcharacter بمعنى شخصية وadvert بمعنى اعلان adverts يعني اعلانات it makes cars boats يجعل السيارات القوارب and planes الطائرات move يتحرك هو an engine بمعنى المحرك او الماطر words and pictures to help sell things كلمات وصور تساعد على بيع الاشياء هو adverts يعني اعلان او اعلانات a person who helps other is شخص يساعد الاخرين هو helpful شخص مساعد something you do in your spare time شيء ما تفعله في وقت الفراغ هو a hobby هواية another words for a writer كلمة اخرى لكلمة كاتب هي author يعني كاتب a person in a book film or play شخص بالكتاب او فيلم او بمسرحية اسمه character بمعنى الشخصية زيان رح ننتقل الى b ب عدنا much رح نربط list a مع list b read رح نربطها مع a book read a book يعني قراءة كتاب go to the cinema نذهب الى cinema have a picnic يعني صير عندنا نزهة kick a ball ركل كرة swimming pool بمعنى حوض الصباحة وwin a game يعني الفوز ب game المقصود ب لعبة ايضا هذا التمرين معاني يعتمد على فهمكم للمعاني واغلبها موجودة عندكم كتاب النشاط تقرون كل التمرين اللي بيها معاني لانه مهمة زيان انتقلنا الى spelling ugly عكسها beautiful زيان old عكسها اما new او young ال old اذا اجدت كبير فعكسها young صغير واذا اجدت قديم فعكسها new جديد هاي ال old مهمة is was يعني ماضيها الماضي ما is was زيان هنا ال want يريد wanted اوكي ضفت لها ايدي واهنانا خلي نقول small smaller صارت صارت مقارنة درجة المقارنة thin صارت thinner ضعفت الان i صارت my هاي صفات التملك زيان we صارت our شوفوا الحل مالتها هنا we our زيان go صارت going wait wait صار waiting ما رح اضاعف الت حتى لو صار بين اثنين علة مو ضعفون الت مو صحيح و can not اختصار ها can't do not شو صير صير don't بهذا الشكل اذن هذا هو الحل مالتها انتقلنا الى التنقيد punctuation read the following sentence بس تشوفون كلمة التنقيد معناته رح تنقطون وفق القاعدة موضوع التنقيد ايضا انا شارحت لكم رح تلقوه قامة تشغيل ثالث بداية كل كلمة يكون capital letter اصلا انا عندي اسم فكتبت علي حرف كبير بعدين and i ال i بكل مكان حرف كبير انتبهوا ليهنان اكو كومة لينهنان مختصرها cannot travel to تركي باعتباره اسم بلد تركيا next صغيرة عادي november اسم شهر فايضا يكتب capital letter واخر شي نقطة علي and i cannot travel to تركي next november انا واني لا نستطيع ان نسافر الى تركيا في november القادم بشهر 11 القادم زي هس رحنا الى story time وقت القصة والاسئلة المهمة what was كريم's dream ما هو كان حلم كريم his dream was to be famous about الحلم مالته انه يكون شاعر مشهور كريم was the first one to buy the new book كريم كان اول شخص اشترى الكتاب الجديد true صح اوكي هياتها الاجابة زيان to the right بمعنى على اليمين يرصد الغزال اسجاع يقترب بمعنى يقترب كان اكو اسجاع كريم هاد read all of النواب poems at least once or twice كريم قرأ قصص النواب مره لو مرتين الجواب twice مرتين and found them very وجدها interesting ممتعة زيان طبعا هنا انا مطيكم خيارات اوكي هنا once هنا boring مملة هنا مرة وحدة اختار انا الاجابة الصحيحة how did the deer face the negative thoughts and danger كيف واجه الغزال الافكار السلبية والخطر with calmness مع هدوء زيان كريم's character وصف لشخصية كريم hard working يعمل بجد هادئ imaginative بمعنى بمعنى تصوري او خيالي يعني شخص عنده تصورات خيالية انتقلنا الى السؤال السابق السؤال السابق هو writing كل المطلوب منعتكم من الانشاءات حالتها لكم لذلك جدا مهمة انه تقرون الانشاءات اكتب رسالة حتى تدعو صديقك الى حفلة عيد ميلاد وخبره الديت التاريخ والمكان الانشاء الثاني write an email describe a friend to write an email تبتب رسالة describing تصف بيها صديق a friend to a relative الى شخص قريب عليك يعني قرائب اكتب عن his او hair appearance المظهر مالتي character الشخصية مالتي وريد منعلكم تستخدمون ذني الكلمات creative بمعنى خلاق helpful مساعد short black hair شعر اسود سرح friendly ودود kind لطيف good fun يعني صاحب نكته sporty يعني يحب الرياضة hard working مجد his or her favorite lesson ما هو الدرس المفضل عندي و hobbies الهوايات احنا ايضا كاتبين هيتش موضوع بكتاب النشاط لا تنسون تنتقلون الى قائمة تشغيل الثالث حتى تشوفون كل الانشاءات اللي داخل عدتكم نماذج اكثر من نموذج بالقناة رح تلقو بقائمة تشغيل الثالث الى هنا انتهي درس اليوم شكرا لكم وانتظرنا في درس جديد اشتركوا في القناة